تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتية تقديم المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية بمختلف أنواعها إلى أهالي غزة وقال مدير العلاقات العامة بجمعية الهلال الأحمر الكويتية خالد الزيت في تصريح خاص لمراسل ATV العدالة أحمد لعنيزي قال إن الجسر الجوي الكويتي متواصل لمساعدة المتضررين في غزة وبالتعاون مع القوة الجوية الكويتية ثاني يوم القصف الهلال الأحمر الكويتي بدأ بتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة تعتبر الكويت من أول دولة في العالم قدمت المساعدات الإغاثية والطبية والوجبات اليومية ورغيف الخبز بشكل يومي إلى اليوم وهي تقدم المساعدات في قطاع غزة شكر طبعا لكافة المتبرعين في هذا الموضوع الذين ساهموا ساهمة كبيرة في دعم الأشقاح في قطاع غزة إلى ذلك الهلال الأحمر الكويتي من ضمن الجمعيات الخيرية من خلال الوزارة الخارجية ووزارة الشؤون ووزارة الدفاع هناك ثلاث رحلات إغاثية بدأت من يوم الأحد إلى قطاع غزة بحبوط لليوم رحلة الثالثة 90 طن من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الطبية وثلاث سيارات إسعاف لله الحمد وصلت هذه المعونات إلى قطاع غزة بالتعاون طبعا والتنسيق مع أخواننا في الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني الذين كانوا لهم تنسيق وتعاون كبير لإدخال هذه المساعدات المساعدات الطبية أهم شيء هي الطبية حاليا نظرا لشح الموارد في القطاع الصحي في قطاع غزة حسب معلومات والاحتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني أنه لا يجد أدوية حاليا ولا أجهزة طبية والوقود أيضا نفذ حاليا في قطاع غزة إسرائيليين الصهيونيين منعوا دخول الوقود الديزل إلى قطاع غزة وهو شريان الحياة بالنسبة للقطاع الطبي ونناشد منظمات الدولية والإنسانية لإدخال الديزل للقطاع الصحي وهذا الشيء مهم بالنسبة لهم وأيضا للغذاء لكن الحمد لله استطعنا خلال الفترة الماضية أن ندخل المواد الطبية والغذائية لكن الحاجة ملحة الآن إلى مصادر الطاقة وهو الديزل للقطاع الطبي طبعا شكر موصول لأخواننا في القوة الجوية الكويتية في قاعة أبد الرمبارك التي له دور كبير في إصال هذه المساعدات بشكل يومي يعني كل يوم في طيارة كل يوم في طيارة يعني هذا يحسب لهم والتقدير لهم على هذا الدعم الكبير طبعا لا ننسى وزارة الخارجية ووزارة الشؤون والتعاون الكبير بينها والتنسيق لإصال هذه المساعدة بشكل عاجل وشكل موصول طبعا السفير دولة الكويت في قاهرة لراح العريش وينتظر هذه المساعدة بشكل يومي لإصالها إلى معبر رفح الأدوية تصل الغذاء يصل إلى المحتاجين ومتضررين جراء هالكارثة اللي سببوا فيها الصهيونيين لأن هناك تنسيق متكامل مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني الذي يستلم هذه المساعدات وتسلم للمستشفيات وتسلم وتوزع في مراكز الإيواء والمدارس على المتضررين مخواننا الفلسطينيين هناك فريق هلال أحمر فلسطيني تم تدريبه في فترة سابقة لمذل هذه الظروف لذلك لما أقول لك أن الكويت أول دولة قدمت المساعدات بالفعل كان عندنا هناك تنسيق لهذه الظروف كان عندنا مخابز وعندنا تعاونية اللي هي نشتري منها الأغراب وعندنا مطاعم قادرنا نوزع الوجبات بشكل يومي تقريبا خمسين ألف رغيف خبز يوزع يوميا وتوزع هناك ألفين وجبة يومية على مراكز الإيواف قطاع غزة وزعنا الجهزة الطبية بالتعاون مع الوزارة الصحة لذلك أن المساعدات تصل والله الحمد وصلاة المساعدات والشكر موصول لأخواننا في الهلال الحمر المصري الذي ساهم وساهم كبيرة في إيصال هذه المساعدات إلى معبر رفع ومن ثم دخولها إلى قطاع غزة كويت لها دور رئيسي في إدخال هذه المساعدات وتوزيع المساعدات ليس فقط إلا الحمر الكويتي الذي ساهم وتوزيع هذه المساعدات بشكل يومي حتى الجمعيات الخيرية لهم دور كبير في توزيع الوجبات اليومية السلعة الغذائية الطحين أجلسة طبية للمستشفيات وكان هناك شكر خاص للكويت من قطاع غزة من خلال المسؤولين شكروا الكويت على هذه البادرة وتوزيع هذه المساعدات بشكل فوري على المتضررين نحن مستمرين إذا هذا اليوم نوزع الوجبات والسلال الغذائية في مراكز الإيواء لكن الحاجة ملحة إلى مصادر الطاقة وهو الديزل للمستشفيات تستطيع العمل واستقبال الجرحة طبعا الرسالة دائما نحب أشكر طبعا القيادة السياسية على رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح وهو العهد الذين بادروا مبادرة كبيرة في دعم القضية الفلسطينية والوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة وشكر موصول الوزارة الخارجية لتيسير هذه الأحلات الغاثة وإخواننا في القوة الجوية الذين بادروا مبادرة كبيرة بسرعة إيصار هذه المساعدات إلى مدينة العريش في مصر وتسليم هذه الشحنة المساعدات الالحمر المصري وتوصيلها لإخواننا في قطاع غزة